لا ماتش المريخ يعني فعلاً هو ماتش فاصل للأسف نتائج المجموعة من خدمة ناش طبعاً الماتش اللي عمل لنا أزمة في البطولة يعتبر هو ماتش سانداونز اللي كان هنا في القاهرة ده اللي لغبط الحسابات كلها ولغبط لنا الأمور ولكن دلوقتي الحمد لله يعني النادي الأهلي عنده كان بعض كده من الوقت الفريق إنه هو يعمل استشفاء ويعمل راحة عشان خاطر فكرة الإجهاد الصعبة وضغط المباريات الرهيب اللي الفرق يعني لعبته في الفترة الأخيرة بعد كاس الأمم الأفريقية دوري دوري أبطال كاس عالم هندية اللي قبلية بطولة العربية موضوع صعب جداً وحتى الحسابين ما نقدرش نقول يعني فيه ناس بتتكلم كابتالإسلام اللي هو إيه طبما الأهلي آه كان فيه 9 لعيبة أو 11 لعيب في كاس العرب طبما كان فيه لعيبة هنا مريحة شهر ما في الكرة ما فيش الكلام ده ما يفعش يبقى عندك لعيبة مضغوطة وديم القوام بتاعتك وكمان هنا لعيبة لسه تقريباً بتعملها زي مراحل إعداد مدى كل ده بيبقى فيه لغبطة وأكيد بيتأثر به الفريق فلا المباراة المريخ يا مباراة فاصلة إن شاء الله يومين دول يعني هم ما كانوش طبعاً ما عندناش أيام فترات راحة كبيرة ولكن نقدر نوم يوم ويوم استشفاء فبس اللعيبة كده تشم نفسها وإن شاء الله مباراة المريخ دي تبقى بداية النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا يعني يقول لكل المنافسين إن لا إحنا موجودين بقوة مرشح الأول والأبرز شفنا كل المجموعات كابتال إسلام النادي الأهلي هو أفضل فريق في كل الستاشة الفريق اللي موجودين بكل ما تحمله الكلمة من معنى الأفضل سواء كقائمة كمستوى فني كأدارة فنية الترجي راجع بشكل أفضل سانداونز هو مرشح قوي جداً هو يعني يوصل لمراحل أبعد غير كده بقيت الأندية يعني منتكلفه مستويات متقربة فإن شاء الله مباراة المريخ تخلص على كل الأمور والأهلي إن شاء الله تبقى دي خطوة لحد مباراة الهلال ما بعد مباراتين السنغال ونقول مبروك للنادي الأهلي التأهل إن شاء الله توقع نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني خلينا أقول لحضراتكم صبر على تويتر صبر ورادي إن شاء الله أربعة صفر للأهلي إن شاء الله للمهاجم عبدو سمير زهران مساء الله خير يا كابتال إسانة طاق عفوز الأهلي إن شاء الله شريف والسلاة وعبدالقادر تمام؟ يوسف حامد دول إحنا لنا فترة بنلعب مطش حلو ومطش وحش ومطش المريخ هيبقى في خانة الحلو لو جاين المطش اللي فات كان هو متوقع أربعة واحد إبراهيم صلاح بيقول تلاتة صفر للأهلي إن شاء الله ده فين؟ شريف وأحمد عبدالقادر شكرا